ودعت مصر للوقف الفوري للعملات العسكرية في السودان وتغليب لغة الحوار من أجل حل الخلافات حفاظا على سلامة واستقرار البلاد وحماية مقدرات الشعب السوداني وطموحات ثورته المجيدة وكادت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية أنها لن تألو جهدا في القيام بالجهود اللازمة بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة من أجل نزع فتيل الأزمة الرهنة وشدنت مصر على ضرورة عدم استغلال أي طرف خارجي للتطورات الجارية في السودان من خلال القيام بأعمال تؤجج من حدة الصراع أو تهدف للنيل من سلامة أراضيه وبما يؤثر على أمن واستقرار وسلامة الشعب السوداني الشقيقة كما تؤكد على ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة الجالية المصرية في السودان وكذلك المنشآت والممتلكات الخاصة بالبعثات الرسمية المصرية